وزارة الداخلية قررت مادة فعليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لحد نهاية عيدة الأضحى المبارك وده بتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع عنحاء الجمهورية ده تنفيذا لتوجهات سيادة الرئيس بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسحار مخفضة وجودة عالية منذ اطلاق وزارة الداخلية لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية فإن قطار المبادرة لم يتوقف وعلى مدار سنوات ساهمت المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالنجاح الذي حققته في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من كافة أنواع السلع بتخفضات كبيرة بخاصة في المناسبات والأعياد وأصبح المواطنون يثقون في تخفضاتها وفي سلعها الأسعار نزلت كويس جدا عملت معنا فرق هي فرقت معنا كتير بالنسبة للأسعار برا قصومات جوة 50% و60% دينات كويسة وجميلة والأسعار جميلة أسعار مناسبة للجميع أنا جاي مخصوص هنا في أمان عشان خاطر مقدرة كلنا واحد كلنا واحد وأسرة واحدة وربنا يخلص فينا بسكر رئيس أنه هو يعني ريحنا ومش مخلين عايزين أي حاجة تحية مصر فقد وفرت احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفضات كبيرة تصل إلى 60% تلك المرحلة انطلقت قبل شهر رمضان المبارك ومع نجاحها وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم مد فترة المبادرة للمرة الثانية لتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك المبادرة في مرحلتها الثانية والعشرين يشارك فيها قرابة ألف فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية تتوافر فيها كافة أنواع السلع بتخفضات تتراوح ما بين 25% إلى 60% إضافة إلى المنافذ والسرادقات بالشوارع الرئيسية والميادين وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنون من الوصول إليها وكذلك وفرت الوزارة قوافل من السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً والتي لا تتوافر فيها السلاسل التجارية كما تقرر استمرار منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير السلع للمواطنين بمنافذها السابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الحالي زيادة كبيرة في حجم السلع المعروضة في إطار المبادرة وبجودة عالية وبالأسعار المحددة في التخفضات وأقبال كبير من المواطنين على توفير احتياجاتهم من كافة أنواع السلع منذ انطلاق المرحلة الثانية والعشرين من المبادرة في الخامس عشر من شهر مارس الماضي ومع مدها تتاح الفرصة للمواطنين للاستفادة من التخفضات في شراء احتياجاتهم المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر